بس مصخت عندلك المصخت مزي؟ عندنا كنواب مصخت اي ومصخت عندي جوانب لها يمكن تختلف عنك بس الكل مشترك فيه هم واحد وهو هم منه الدولة لا تؤدي المأمول منه او المأمول من الشعب لا تعطيهم الخدمات اللي ترقى لما يعملون وما يرون في دول الجوار لا تعطيهم حريات مثل ما هي موجودة في دول الجوار هذا انا بالنسبة لي مصخت حريات سياسية ولا شخصية شخصية كانت السياسية عندنا قدر كافي من الحريات الشخصية لا بس في تحسينها انما الحريات الشخصية مقموتة انكباب كامل من الدولة بحكومتها بواسساتها الحكومة كل ساعة سادة ندوه وزادة هذا وانت وساكتي قعد اقوله انك الله اكثر من الانبحصة وانا اتكلم هو كو غير قاعد يتكلم عن هال استجرام اللي قاعد يسوي الدولة استجوب منو منو ما الداخلية تسكر والعلام تسكر والشؤون وتوقف دور عليهم كلهم استجبر أسلم زراء لا يعني انا بالنسبة لي مصخت انا بالنسبة لي مصخت في امور كثيرة نعم مصخت بالفساد اكيد ومعاهم حق الناس تروح وتعترض بالطرق السلمية وهذا طريق حضاري ولا عندنا في مشكلة يعني في المبدأ بشكل عام بس انت لحين سؤاله مبدأ الاعتصام ما عندك ويام مشكلة بشكل عام انزيل مبدأ تعترض مبدأ تطلع تقول الوزير فلان فاسد وفلان نائب فاسد نائب كيفك هذا حقك حقك و انا اريد ان هذا التظاهر ابيل الحكومة و المجلس يعي دوره المجلس ضيع و اكتبه واش و ما اقررنا الا 6 قوانين وراها 12 قانون وراها 21 و 22 قانون و 21 قانون ما ادينا للعالم شي يحسونا يعني صحيح انه طلعنا قوانين ممتازة مم لكن ما شعر فيه الناس